صحيح وخير ويك أند سعيد النهاردة في مواضيع أنا صحية بيها كتير قوي يمكن عشان مبارح أنا شفت كل المسجز اللي جاتي على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك وعلى الانستجرام كان فيه كذا ميسج حاجات كتير قوي قوي في دماغي بس طبعا أغلبها طبعا أسئلة تتعلق بالعلاقات الإنسانية وده شيء طبيعي لأن أنا بحب أتكلم عن الحياة حتى الفيديوهات الأساسية بتاعتي كان اسمعها الحياة مع حنان عواد أن أنا بختار موضوعات من الحياة وبتكلم فيها أحيانا كنت بتكلم عن حاجات متعلقة بالشغل أحيانا كنت بتكلم عن حاجات متعلقة بالبيت الزوج، الولاد، الحاجات دي كلها والعلاقات الإنسانية هي اللي بتشكل حياتنا علاقاتنا مع أهلنا، علاقاتنا مع جيراننا، علاقاتنا مع زميلنا، مدرقنا يعني البني قدمين كل حياتهم عبارة عن علاقات فيعني ده خليني أفكر في إيه نوعية العلاقات اللي ممكن نتعرض لها وأنا لما بتكلم هنا هو ما بتكلمش على علاقة عاطفية، علاقة عمل، علاقة مش عارف إيه، لأ مش هو ده لما بقول نوعية العلاقات يعني الدور اللي في دماغي أنا حطاه لنفسي في هذه العلاقة والدور اللي الطرف التاني حطه لنفسه في هذه العلاقات خلصت إن فيه كام نوع من العلاقات؟ واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة ده اللي أنا فكرت فيه تسع أنواع من العلاقات وزي ما بقول لكم لما بتكلم على العلاقة أنا بتكلم على الدور اللي بنلعبه في هذه العلاقة والدور ده مش معناه إن أنا زوجة أو إن أنا أم أو إن أنا كذا أو إن أنا كذا تعالوا أول نوع جه في دماغي اللي هو الراعي كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته أنا دوري في هذه العلاقة إن أنا بقدم رعاية الكلمة هنا رعاية والرعاية معناها إيه؟ معناها إن أنا بشوف الشخص اللي قدامي احتياجاته إيه؟ وبقدمها له يعني في علاقتي أنا وزوجي أنا راعية بشوف هو محتاج إيه؟ وبقدمه له محتاج مثلاً إنه يأكل أكل كويس محتاج إنه يلبس لبس كويس محتاج إن بيته يكون جوه هادي محتاج دعم نفسي مع ولادي نفس الحكاية مع والدي ووالدتي محتاج إن أنا لو محتاجين حاجة أقدمها لهم لو مين لي هو الاحتياج فأنا في هذه العلاقة راعي أو راعية بشوف احتياج الشخص الآخر وبقدمه نفس الحكاية في الشغل أنا لسه ستل راعية أنا عندي موظفين بيشتغلوا تحت مني أو بيشتغلوا فوقية أو بيشتغلوا معي في ثري لفلز يا إما في نفس المستوى كلنا زماية زي بعض يا إما هم أعلى مني مدرائي يا إما هم تحت مني موظفيني أو أنا مشرف مثلاً في مصنع أو مشرف في مكان ودول الناس اللي أنا بشرف عليهم لمرة تانية أنا دوري هنا هوا راعي برعاة اللي تحت مني بقدم لهم الرعاية حتى اللي فوقي برضو أنا بقدم لهم الرعاية إن أنا بشوف هم محتاجين إيه وبعمله لهم لما بقدم تقرير للمدير بيلخص معلومات معينة المدير محتاج المعلومات دي عشان ياخد قرار بناء على المعلومات ده فأنا بقدم دوري كراعي إن أنا بقدم له اللي هو محتاجه فده أول نوع من العلاقات نيجي للنوع الثاني من العلاقات اللي هو المربي يعني إيه المربي هو اللي بيعلم الصح من الغلط فتلاقي الزوجة مثلا اللي هي واخدل نفسها بقى دور المربي في علاقتها بجزء بتحاول تربيه بتحاول تعلمه لأ ده صح ولأ ده غلط لو هو متقبل إن هي تقوم بالدور ده بيمشي الموضوع ببساطة لكن لو هو مش متقبل أنت إيه هو أنا عيل صغير هترب بيني لو هو مش متقبل الدور ده ساعتها يبتدي بقى إيه نتناطح مع بعض نفس الحكاية بالنسبة لأولادنا ليه أولادنا بيتمردوا علينا لأن هم مش عاجبهم الكلام اللي احنا بنعلمه لهم لما بنقولهم على حاجة إنها صح ممكن يكونوا مش شايفينها صح لو أي بنقولهم على حاجة إنها غلط ممكن يكونوا مش شايفينها غلط لما بنعملهم ثواب وعقاب لأنه خدوا بالكم الفرق ما بين الراعي والمربي الراعي ما بيعاقبش الراعي بيشوف احتياجات اللي قدامه وبيقدمها له لكن المربي بيقدم الثواب على الصح وبيقدم العقاب على الغلط طيب لو الشخص اللي قدامي مش متقبل دوري كمربي أو كمربية إن أنا أعلمه الصح من الغلط ساعتها يحصل بقى التمرد يحصل الخلافات يحصل المشاكل أنا في محيط الشغل لو رحت لزمائلي كان مفروض تعمله كذا وكذا كان مفروض تعمله كذا وكذا وأيجي أحرجه قدام الناس أو أقولهم مش عارف إيه للمرة التانية هل هم متقبلين ده لو متقبلينه حيمشي الموضوع وهتحول من مربي لناصح لما ندخل بقى في ثواب وعقاب يعني تربية بيورلي تربية أنا بكعيني بربيهم تاني بربي المزير بتاعي بربي زمائلي لو هم مش متقبلين ده هتحصل المشاكل بيننا النوع التالت اللي هو الألفة الألفة ألفة ده حرف لاتيني معناه الألف حتى زمان أو يقولك ده طلعي الألفة على الفصل بتاعه فالألفة هو أول حرف بييجي في الأبجادية اللاتينية الألفة واللي كانوا بيدرسوا ماثماتيكس منكم أو رياضيات بنستخدمها كتير قوي قوي في المعادلات فالألفة جاي من المملكة الحيوانية أي قطيع أي سرب أي جماعة من الحيوانات بيبقى فيها الألفة خصوصا المجموعات اللي بتعيش الحيوانات اللي بتعيش في جماعة لأن في حيوانات ما بتعيش في جماعة زي مثلا النمر النمر ما بيعيش في قطيع ولا في جماعة خالص هو لوحده لكن إحنا بنعيش في تجمعات وبنبقى أعضاء في أكتر من مجموعة إحنا أعضاء في مجموعة معينة في الشغل أعضاء في مجموعة معينة من الأصحاب أعضاء في مجموعة معينة من الأرايب كمان يعني عالتنا الممتدة دي مش هنلاقينا على نفس القرب من كل الأرايب فإحنا أعضاء في مجموعات شوفوا كده ولحظوا في هذه المجموعات مين اللي مدي لنفسه دور الليدر سواء على فكرة للست أو للراجل للذكر أو الأنثى لأن التجمعات في المملكة الحيوانية فيها ألفة ميل وألفة في ميل مع أن بيبقى فيه ذكر كتير وإناس كتير والمجموعة بتجبر والكلام ده ولكن العلاقة بقى اللي هو فيها حد بيقسيوم أن هو الألفة هو عايز ياخد الليد عايز ياخد القرار عايز ياخد دفة عجلة القيادة هو اللي بيقولنه روح يمين وهو اللي بيقولنه روح شمال والألفة لازم ينتزع البوزيشن بتاعه ده من الآخرين عشان كده دايما يبقى فيه صراع ما بين الذئاب مثلا الزئب الألفة تلاقيه أقوى واحد فيهم تلاقيه أعلى صوت فيهم فدايما تشوفوا كده دايناميكس التعامل وشوفوا يعني إحنا فيه تجمع بنحضره فيه سيدة فاضلة دايما دايما تجي لنفسها دور الألفة في هذا التجمع أنا اللي أتكلم فتلاقيها بتحاولنا تسيطر على الكلام تسيطر على الحوار وشوفوا ردود الآخرين أنا مثلا واحدة من الناس تناطحت معاها فترة وبعد كده قلت أنا هكسب إيه أساسا أنا جاي أقضي شوية وقت وامشي وخلاص وهي أصلا واحدة من ضمن الناس لكن أنا فيه ناس تانية أنا مهتمة أن أنا أسمع لها وشوفها فلاقيت أن أنا بمشي من التجمع ده وروح التجمع تاني أصغر واقعد معهم إحنا في نفس المحيط في نفس المكان بس إيه نتقسم بقى جروب خلاص أنت عايزة الألفة اللي حيرتضيك ألفة عليهم هيعودوا معاك ويعودوا يسمعوا لك ويعودوا يأمنوا على الكلام اللي أنت بتقوليه لكن مجموعة الناس اللي هي مرتضيتش إن هي تبقى ألفة عليهم أخدوا نفسهم ومشيوا عشان كده مثلا في قطيع الذئاب مثلا في ألفة ده القائد وبيتا ده اللي هو التابع مباشرة للقائد وفيه جاما جاما ده الزئب اللي مرتضاش إن الشخص ده يبقى ألفة عليه فاخد لنفسه جاما وهو مبسوط كده على فكرة ده مش معناه إنه هو ما عندهش القدرة كل الحكاية إنه لقى إن دي حرب خسرانة فمش هتخلها فنيجي بقى مثلا للعلاقة الزوجية إحنا المفروض دلوقتي فيه ألفة ميل وألفة فيه ميل البيت فيه ألفة ميل وألفة فيه ميل لو الألفة ميل اللي هو الذكر مش عايز يدي للزوجة دورها إن هي تبقى ألفة هي كمان فتبقى القيادة مناصفة بين الاثنين هيبقى فيه سراع قوة ونوب يضغط عليها يكسرها عشان يحولها البيتة يحولها البيه هو ألف وهي به عشان كده مفهوم القوامة عندنا في الإسلام بما أنفقوا إن الراجل والقوامة كمان القيم على شيء معنى الحامي إحنا مش فاهمين معنى الكلمة وبنعلمها للرجالة والصبيان والولاد غلط وللأسف يطلعوا المشايخ اللي دقونهم معرفش إزاي يتكلموا أنا بقى أسعق لنهر أسود ده اللي إحنا بنعلمه وطبعا لازم يبقى فيه عندنا مشاكل طلاق ويبقى فيه عندنا كذا ويبقى فيه عندنا كذا لأن كل اللي بتعلموه للشباب إنه خد حقوقك وكسر لها ضلع يطلع لها 24 وكلام زي الزفت بينتج علاقات مشوهة علاقات عرجاء رجال عندهم معقد نقص وستات مكسورة أو العكس الستة بقى تشوف نفسها وتحاول هي اللي تكسر الراجل مش لازم في أي علاقة يبقى فيه حد بيكسر حد لما نتعامل يعني ألفة ميل وألفة في ميل إحنا الاتنين مخين بنفكر سوا بنقرر سوا بناخد الأصلح أنا شايفة نص الصورة إنت شايف النص التاني لما بنحطوهم مع بعض بيكملوا حياتنا عاملة زي البازل عارفين البازل اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي دي اللي الصورة بتبقى متقطعة حتة ونقعد نكونها مع بعض بنكون الصورة مع بعض فالألفة بالضبط بيبقى صراع قوة واحد بيفضرد سيطرته لو الناس التانيين ما قبلوش إن هما يبقوا بيتا إنه يبقوا توابع حيبقى دايما فيه صراع قوة ودايما فيه خناع ده مثلا الزوجة والحمى ما هو ليه فيه الصراع ده عشان هما الاتنين بيتخنقوا على الألفة في ميل بوزيشن الحامة لما تبقى شايفة إن أسرة جوزها سوري أسرة ابنها امتداد لأسرتها فأنا شايفة نفسي الألفة على الأسرة دي كمان وممكن عن فكرة ما تكونش أصلا ألفة في بيتها وتكون بيتها فتحاول تفرض سيطرتها الزوجة الجديدة لأ ده بيتي أنا دي مملكتي أنا أنت ما تفرضيش سيطرتك عليها ونبتدي نتخانق مع بعض فلما ما تبقاش فيه رولز واضحة يبتدي يبقى فيه صراع القوة كمان في الشغل تبقى تلاقي موظف مع مديره الموظف مش قابل إن مديره ده يبقى الألفة مرة شاب ببعتلي وكلامي معجبوش ودي بتحصل كتير قوي لما أقول حاجة مش على هو الشخص اللي بعتلي سؤال وفي الأول كنت بزعل لكن بعد كده قلت خلاص الشخص ده ما كانش عنده كم من الموضوعية إنه يشوف كلامي واعقله ويفكر فيه فبيقول لي أنا أكثر كفاءة من مديري وأنا أفهم عنه وأنا أعرف عنه ودايما هو يسألني نعمل إيه في دي ونعمل إيه في دي فأنا شايفه إنه هو كده يعني حاجة ملهاش لازمة فدايما فيه مشاكل ودلوقتي حاطتني في دماغي إحنا بنفهم القيادة غلط المدير مش لازم يبقى عارف كل الحاجات الفنية اللي تحت اللي الموظفين عارفينها المدير مهمته هو الإدارة هو التنسيق هو التنظيم هو إنه يخلق حالة من الهارموني والإنسجام عشان الناس تعرف تشتغل سي مثلا بنشتغل في التخطيط العمراني في مجموعة كبيرة قوي 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 من القوانين المدير لما يسأل الموظف عنده ويقول لي ويقول له حنعمل إيه في دي شوف لي القوانين الموظف يقول إيه ده ده ولا فهم حاجة ده ولا عارف حاجة ده أم المدير على إيه أم العينوك على إيه هو مش وظيفته إنه يفتح الكتاب القانون ويدور في نص القانون ويشوف ويعمل هو وظيفته إنه هو يقول لك هتلي دي عشان هو يبتدي ياخد قرار بناء على المعلومة اللي انت هتجبهانه أنا مثلا كنت في شركة وكان معانا فيس بريزدنس تانيين وسينيور فيس بريزدنس تانيين ومعانا السي او السي او هو اللي بيكلم مع مجلس الإدارة لكن بيكلم معهم بناء على إيه بناء على المعلومات اللي احنا بندهاله بناء على التحليلات اللي احنا بنعملها هو ما ينفعش إنه يقعد يحلل كل الحاجات يحلل في الستراتيجي ويحلل في الفاينانس ويحلل في الاكاونتين ويحلل في الهومن ريسورسز وفي الانجينييرنج ديبارتمنت وفي فروشيك مانجمنت وكذا 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 لا هو مفروض يكون مصفى مصب ده يصب عنده المعلومات المهمة وده يصب عنده المعلومات المهمة وده يصب عنده المعلومات المهمة وهو يوديها لمجلس الإدارة عشان يتكلم معاهم في ميزانية ياخد منهم فلوس ياخد منهم قرارات هو ده دوره فلما يدخل الموظف في علاقة مع مديره لا انت مش الألف علي لا هو الألف عليك هو منصبه already خلى الألف عليك بشوفها بقى كتير قوي في مجتمع السيدات أنا كنت سعيدة الحظ أن أنا مشتغلتش مع ستات كتير ولما كنت بشتغل مع ستات كانوا بيبقوا في وظائف إدارية لكن برضو فيه صراع الألفة هي فيها ايه أحسن مننا لا معلش فيها فيها الدراسة بتاعتها فيها الدراسات العليا بتاعتها فيها شغلها فيها خبراتها وانت مش هتجيبي شغل مهندسة لشغل سكرتير ومع ذلك كان فيه الديناميكية العلاقة ده حاجة تانية مثلا تلاقي مثلا الزوجة واخت جزة اخت جزة قريبة قوي من جزة هتبعها هي الألفة ما هم ينفعش فلما نحط لنفسنا دور مش بتاعنا خصوصا انا بكلم لسنا في العلاقات اللي فيها الألفة لما نقسيهم لما نفترض ان احنا الألفة في علاقة احنا مش مفروض نكون فيها الألفة هيبقى فيها مشاكل فكل واحد يفكر في دايرة علاقاته ان ليه علاقة هنا وعلاقة هنا وعلاقة هنا انا في العلاقات دي هل انا بفترض لنفسي دور الألفة هل الناس مرتضيين ده هل الناس مبسوطين من ده اوكي حلو هروح في حتة كلهم مثلا راضيين مع عادة شخص معين مش مرتضيني ألفة اه ده دوره بقى ونفكر في العلاقة هو هايز ياخد هو لنفسه دور الألفة هل ممكن يتحول لجامة يعني ياخد لكده سكة لنفسه ويمشي ونبتدي نقيم ديناميكية العلاقة نيجي بقى للعلاقة التالتة وهي المصلح ويمكن انا دلوقتي مثلا بحط نفسي في هذا الدور مع بعض الأشخاص يعني اولادي مثلا دلوقتي احنا تخطينا مرحلة التربية ما عدتش بقى سواب وعقاب ومش عارف ايه باجي المصلح او الناصح يعني خلينا ايه هكتبها حتى قدامي عشان ما نساش الناصح ان انا اللي علي ان انا اقدم النصيحة ولما اقدم النصيحة الشخص اللي قدامي هو اللي عليه انه يقبلها او ما يقبلهاش لو انا هتخانق معايا عشان يقبل النصيحة ويعمل بيها انا كده تحولت لمربي فلازم اقيم انا دلوقتي من واقع خبرتي من واقع تجربتي اديت نصيحة لشخص ما هذا الشخص اخد النصيحة ونفذها ده ما يعنينيش بقى بعد كده انا كل اللي علي في هذه العلاقة ان انا اقدم النصيحة لهذا الشخص فحتلاقوا نفسكم في بعض العلاقات بتقدموا النصيحة لو هتزعلوا من جواكم وتتضيقوا ان الشخص ده ما خدش بالنصيحة وناخدها بقى خطوة كمان زيادة ان احنا نحاول نجبره ان هو ينفذ هذا الدور فاحنا كده بنفترض لنفسنا دور يا اما احنا مربي يا اما الفة فما عدناش بقى في العلاقة اللي فيها انا مصلح او ناصح فنفكر انا فين في هذه العلاقة العلاقة التانية بقى هي التفايلي عارفين التفايليات التفايليات دي كائنات بتعيش جوه كائنات تانية وبتمص بتمتص غزاها فلما يكون واحد يعني بيطلب حاجات كتير وعايز عايز عايز والعطاء من جهة واحدة يعني الالفة زي ما هو بيدي لتابعينه تابعينه كمان بيشيلوه وبيدولو حاجات الراعي زي ما بيقدم الراعية الناس اللي بيرعاهم كمان برضو بيقدمولو حاجات المربي زي ما بيعلم الصح والغلط برضو بيينال حاجات من اللي قدامه زي الاحترام زي النجاحات اللي هي الناس اللي بيربيها وهكذا المصلح انا ببقى تعيدك جدا لما اقول نصيحة والشخص اللي قدامي ياخد بيها والنصيحة تنفع معاه نيجي يلاقي بقى للكائن التفايلي ده بقى اللي هو يعني وعادة التفايليات دي بتبقى تفايليات مؤزية لانه بيمص وبياخد من 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 اتجاه واحد فاللي بيتطفل عليه ده ما بيجنيش من وراء العلاقة دي حاجة فبردو نشوف هل احنا في علاقة فيها تطفل وبعدين التطفل احنا في مجتمعنا بناخده على انه تطفل انه بيفرد نفسه عايز يعرف معلومات لا ده التطفل ممكن يكون في اكتر من كده ممكن يكون في الفلوس ممكن يكون في في حاجات مادية يعني فيه بقى اللي بلاب اللي بلاب هو بنفسه مايقدرش يعتمد على نفسه مايقدرش يقف لوحده اللي بلابه يمكن احنا ما بنكلهاش يمكن ما فيهاش ثمرة بنجنيها منها ولكن مثلا بتدي ضل بتدي شكل حلي بتدي حاجة بس هي ضعيفة اللي بلابه ضعيفة مش قادرة تقف لوحدها شجرة اللي بلاب على فكرة عمرها ما بتبقى شجرة ده بيبقى مجرد فرع والفرع ده يطلع منه فروع تانية ولازم يمسك في حاجة فلازم نشوف اذا كنا في في علاقة ما الشخص اللي قدامنا ده متعلق بينا دايما مايقدرش ياخد قرار الا لما يرجع لنا مايقدرش يفيد نفسه الا لما يستمد الفايدة دي مننا مايقدرش يسند نفسه الا لما يتسند علينا وللأسف احيان كتير قوي بنربي ولادنا انهم يطلعوا شجر لبلاب عشان كده ما بيثمروش وما بيقفوش ابدا ابدا على رجليهم لان احنا علمناهم ان هما يبقوا لبلاب لازم يتسند عليه لازم يلاقي له عكاز لازم تلاقي لها حتة حتة طلع كده في الحيطة مثلا مسمار او حتة خشبة متعلقة او او حاجة كده معينة تتعلق عليها ف احنا هنا في الالاقة دي هل احنا اللي بلابة ولا احنا الحاجة اللي هي مسنودة عليها وهل احنا بنربي او بنعلم الناس انهم يبقوا لبلاب تلاقي مثلا مدير زعلان جدا جدا ان الناس يحتمل انهم مش قادرين ياخدوا قرار مش قادر اعتمد عليهم في حاجة هو انت اصلا ديتهم الفرصة انهم ياخدوا قرارات انهم يعملوا اي حاجة لأ ما انا ما اقدرش يبقى ما تشتكيش انا في موقف امام كنت بشتغل في مصنع من المصانع والعامل عمل حاجة في عمال ومشرفين خبرتهم حلوة جدا جدا لما بيقترحوا حاجة لما بيقولوا حاجة بتعجبني كنت بنفزها لكن هذا العامل عمل حاجة مع نفسه عشان يقلل على نفسه مجهود معين فوانا بتكلم معه وطوله انا مش عايزك تفكر انا مش عايزك تفكر انت هنا تنفز اللي انا بقولك عليه فطبعا اعمل شد وجذب لكن انا ما كنتش صح في الكلام اللي انا بقوله ان انا اقوله لكن انا صح فعلا انا مش عايزي يفكر لان هذا التفكير بيستدبع انه لازم يقرأ الرسومات الهندسية لازم يقرأ المواصفات القياسية اللي احنا شغالين عليها لازم يشوف حاجات كتيرة قوي عشان ياخد القرار لكن ان هو يقترح ممكن لكن ما يقررش وينفز مع نفسه ففي بعض العلاقات احنا عايزين الناس يبقوا لبلاب انا مش عايزك تفكر انا عايزك تفضل مسنود علي انا عايزك تفضل دايما ترجعلي عشان تقدر تستمر وتقوى لكن فيه حلاقات تانية ما ينفعش ما ينفعش ان يبقى الشخص ده لبلاب لان دوره هنا في العلاقة دي مثلا انه يكون راعي دوره في العلاقة دي انه يكون الفة دوره في العلاقة دي انه يكون وتفر بس مش لبلاب فدي نوعية تانية من العلاقات اتكلمنا ايه على التابع لما تكلمت على الالفة اتكلمت على بيتا او الف وبه فبه دايما تابع لالف وفي بعض العلاقات الشخص بيرتادي ان هو يكون كده واسق قوي في الألفة ومؤمن بالكلام اللي هو بيقوله والكلام ده فما نجيش احنا بقى نعيب عليه ونقول أصله هو كده أم معه أصله دوسيل أصله حاجة كده مدام هو ارتضى لنفسه ده ما هو شايف نفسه ما هو يعني كنا مرة بنتكلم في مجتمع صديقات وكانت طبعا صديقة مش موجودة فطبعا دي فرصة بقى ان الكل يتكلم عليها فمن ضمن الحاجات اللي اتقالت انها ماشية وراء جزا فقلت لهم لا معلاش ثواني ثانية واحدة هي ايه المشكلة ان هي تمشي وراء جزا لا كده معندها الشخصية كده مش عارفة يقلت لهم مين قال لكم ان هي ما عندها الشخصية هل هي اشتكت هل هي جات وقالت لنا يا جماعة انا زعلانة ان هو اللي بيمشي تدفى وانا ماشي وراه ما يمكن هي دي دا نميكات العلاقة بينهم وهو دا اللي ارتضوا ما بينهم وبين بعض هي ارتضت لنفسها ان هي تمشي وراه يمكن جزء دا راجل كويس يمكن وانا اعرف سيدة فاضلة جدا جدا كانت متجوزة شخص لقي موهبة فبتقول لي في مرة بتقول لي هنقش ايه يا بنتي هو يعني متعلم وفاهم وراح شايف الدنيا وبييجي وبنتكلم مع بعض فلما بيكون واخد قرار كويس امشي وراه ما بعرضوش لمجرد المعارضة تيحجبتني اوي 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 اه صح احيانا فيه ستات بتعارض جوازاتها لمجرد المعارضة انت قلت يمين لا انت غلط هو شمال لمجرد المعارضة خدوا كلامي يعني لما تاخدوا كلامي حاولوا تفهموا انا اقصد ايه لو لقيتني بعارض جوزي في كل حاجة يعملها لمجرد ان انا ما مشلوش اللي هو عايزه او الزوج بيعارض مراته في كل حاجة وفي كل رغبة من رغباتها لمجرد برضو ان هو يعارضها وما يمشلهاش اللي في دماغها دي علاقة عرجاء دي علاقة مش مظبوطة هتعمل مشاكل ولكن اذا كنت انا متجوزة يا راجل حكيم راجل بيفهم راجل عنده خبرة ايه اللي يمنع ان انا اسمع الكلام اللي هو بيقوله وافهم الكلام اللي هو بيقوله ونفذه مدام انا اولوياتي بحققها مدام رغباتي بحققها مدام ما بجيش على نفسي مدام قراراته كويسة خلاص امشي عليه المدير بتاعنا المدير بتاعنا والله راجل بيفهم او مثلا عنده معلومات مش عندي فبياخد قراراته بناءا على هذه المعلومات اللي مش موجودة عندي فانا لو نفسدله اللي هو عايزه ده مش مجرد ان انا تابع كده وخلاص فاحيانا بتبقى العلاقة فيها الفا وبيتا لازم يكون فيه قائد وتابع هذا التابع كمان فيه نقطة مهمة جدا هذا التابع بيتبع قائد معين لكن ممكن يكون هذا التابع فيه ناس بتتبعه فانا انا بيتا في العلاقة دي لكن الفا في علاقة تانية يعني مثلا في شركتي انا الفا خلاص دي شركتي انا اللي بتكلم استشير الناس اللي عندي واعمل قراري بناءا على النصيح اللي قالوهالي لكن في شغلي مثلا مع جوزي هو الالفا هو السي او انا ديركتور هو الالفا وانا بيتا في البيت احنا الاتنين الفا مال والفا في مال الاتنين شفته نفس العلاقة ازلع سوري نفس الشخص اللي هو انا في تلات انواع مختلفة من العلاقات بقيت الفا وبقيت بيتا فكل واحد فينا في علاقة ما حيكون الفا وفي علاقة تانية حيكون بيتا اه نيجي بقى ايه لاخر نوع من العلاقات وهي بقى اللي هي صراع القوة الدائم هو مش ان انا عايزة بقى الفا ولا ان انا عايزة بقى بيتا ولا عايزة اقدم رعاية ولا عايزة بقى كذا ده مستر معترض ومدام معترضة اه وده بيبقى جاي من نقص شديد اوي 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 جوه شخصية هذا البني ادم فبيفتكر انه انه لو اعترض دايما لو غلط اللي قدامه دايما لو لو يعني لو دخل في صراع القوة دائمة اه حيغطي على جوانب النقص اللي عنده كمان الناس اللي بتدمن الدراما فيه ناس بتدمن الدراما عارفين مسلسلات الدراما اللي بيبقى فيها عيات ومشاكل وبتاعه فيه ناس بتدمن الدراما انا اكتشفت مرة بتكلم مع انسانة فبقول لها لا بس داي اني كان موضوع هايف ما كانش مفروض تكبري راح تقلبخ ناقة معاي انا علشان انا عبرت عن رأيي وقلت ان دي دراما ملهاش اي لازمة فيه مثلا ناس شخص مثلا يقول كلمة لا يقصدهم لا يعنيهم ما بيفكرش فيهم اصلا واذا انت كنت بتقول ده ليه انت تقصد ايه انت تعرف ايه انت تعمل ايه انت بتكتب ده على الفيسبوك ليه فيه دراما الناس دي بقى اللي هم الدراما كوين لو في حياتكم حد منهم حاولوا تحجموهم وتعملوا مساحة لان دول انا اتكلمت عنهم قبل كده لهم من مصاصي الطاقة اللي حيشفطوا كل طاقتك الزهنية والجسدية والعقلية والنفسية لصالحهم لان هم بيتغزوا على الدراما دي لو احنا بقى الدراما كوين دي دي مصيبة لان عادة اللي هو دراما كوين او دراما كينج ما بيبقاش عارف ده عن نفسه طب نعرف ازاي نشوف هل احنا كل اللي بنتكلم معاهم بنكلمهم على مشاكل في حياتنا ولا بننوع الكلام كلام متنوع مرة عن حاجة تخصنا مرة عن حاجة تخصهم ومرة عن حاجة عامة لو ما لقناش هذا التوازن في الحوار ولقناه مايل دايما لكفت ان انا بشتكي وانا بحكي والناس كلها ظلماني والناس كلها جاية علي والناس كلها بتعملني وحش يبقى احنا من النواية دي واحنا نفسنا دراما كوين دول انواع العلاقات اللي انا توصلت ليهم اكتبولي اذا كان فيه انواع تانية من العلاقات ممكن تتوصلوا ليهم النهار ده هنروح هنخرج بعد شوية ولو ان الجو برد قوي بس احنا قلنا مش هنخلي الجو يعني يحبسنا في البيت انا طولت عليكم ارجو ان كلامي النهار ده يكون كويس ويعني يدينا فرصة ان احنا نفكر في علاقاتنا المختلفة واحنا دورنا ايه في كل علاقة وهل الشخص اللي قدامنا ده قابل دورنا ده ولا لا يمكن اشوفكم بعد شوية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة